جميعنا نحب ان نشعر بالراحة في منازلنا لذا فالجميع يتأكد من اغلاق النوافذ والابواب حتى لا يسمح بدخول حشرات او عناكب او قوارض مزعجة كالفئران فالكثير منا لديهم خوف مرضي من العناكب رغم صغرها فالعناكب يمكنها تسلل بكل هدوء وكذلك الفئران تتسبب في الكثير من الاضرار داخل المنزل حيث ان لها حسة شم قوية تمكنها من معرفة اماكن حفظ الطعام وبالتالي القفز داخل الصناديق والاكياس التي يحفظ بها هذا الطعام وجعله ساما وغير ملائما للاكل معظم هؤلاء الذين يعانون من مشكلة وجود العناكب في منازلهم يستخدمون بعض انواع الرش لطرد او قتل تلك العناكب ولكن المشكلة هي ان تلك الطريقة تستلزم عدم الوجود داخل المنزل لمدة ساعات نظرا لما يحتويه هذا الرش من مواد سامة الى جانبي ان تلك الطريقة تستوجب نوعا من العمل الشاق للتنظيف ما ترتب على استخدامها كما انه لا بد من تكرارها كل فترة اما بالنسبة للفئران فالامر اكثر صعوبة فالبعض يستخدم مصيدة لصيد الفئران لكنها للاسف لم تعد فعالة الى حد كبير والبعض الاخر يستخدم السمى املا في قتل تلك الفئران لكن في هذا الامر خطورة شديدة وخصوصا اذا كان المنزل به اطفال صغار الان سنخبرك ببعض الطرق السحرية المثالية للتخلص من هذا الغزو الخطير لمنزلك اذا كنتم تريدون ان تكون منازلكم بمأمن من العناكب والفئران عليكم بصب فنجان من شاي النعناع فما لا يعرفه الكثيرون عن العناكب والفئران انها لا تحب رائحة النعناع لذا يمكنكم استغلال تلك الميزة اي انه بعد ان تصبوا كوبا من شاي النعناع يمكنكم وضع اكياس النعناع في الاماكن التي تظهر بها العناكب او الفئران واعلموا انه كلما زاد عدد اكياس النعناع المستخدمة كلما كانت فعالة بشكل اكبر في طرد العناكب والفئران واذا لم يعجبكم استخدام اكياس النعناع ووضعها في الاماكن التي تكثر بها رؤية العناكب والفئران فهناك طريقة أخرى فعالة ألا وهي استخدام زيت النعناع حيث يمكنكم وضع القليل من القطرات على بعض الماء ورشه في جميع الأركان التي يكثر بها رؤية العناكب والفئران وسترون النتيجة ولكي تمنع وجودهم مرة أخرى داخل المنزل عليكم بمداومة رش هذا الخليط على حافة النوافذ والأبواب وغيرها من الأماكن التي يمكن للعناكب والفئران التسرب داخل المنزل من خلالها وفي الحقيقة تلك الطريقة ليست فعالة في طرد العناكب والفئران من المنزل وحسب وإنما أهم من ذلك أنها تجعل رائحة المنزل رائعة بالإضافة إلى أنها لا تقتل الحشرات مما قد يسبب ضررا داخل المنزل وإنما هي تقوم بطردهم فحسب لذا فإذا ما نويتم طرد تلك العناكب أو الفئران من منازلكم فعليكم استخدام زيت النعناع فهو الاختيار الأمثل لأداء تلك المهمة كما يمكن وضعه داخل جهاز السائل طارد البعوض ووضعه بالكهرباء بدلا من السائل المكلف والذي يمكن أن يضر بصحة الأطفال فهو آمن وفعال في طرد البعوض أيضا